سمعت تشارلي تشابلين يقول مرة في أحد أعماله ما الذي يستحق أن نكافح من أجله؟ الجواب كل شيء الحياة بذاتها أن تحيا، تعاني، وتستمتع أليس هذا كافيا؟ هناك أمر واحد فقط لا مفر منه تماما كالموت وهو الحياة السلام عليها مكمل معكم مشاهدين بحلقاته الخاصة معي أنا زينب برجاوي ومع ضيف جديد علي مرتضى مراسل صحفي لبناني أعمل في قناة الميادين حلمي بالحياة أن أختم رسالة بث مباشر أو تقرير بعلي مرتضى القدس المحررة الميادين هلو ماي فرند هلو ماي فرند علي من أنجبت لنا هلو ماي أنيمي يعني كان لابد أن نخاطب الجمهور الإسرائيلي جمهور العدو خصوصاً أنه قليل جداً ما هني يعرفوا عن جد نحنا واقعنا شو بياخدوا واقعنا من تصحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومن إعلامهم فاستغلت السوشيال ميديا بطريقة أنه وصلوا واقعنا الحقيقة ولما وصل واقعنا جنه أخوته وألعت كيف طلعت يعني كيف خطرت عبالك الفكرة أنت وبجنوب يعني صراحة طلع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول ضربنا بناء تحتية لحزب الله في سهل الخيام أنا قاعد بالخيام دورت وطلعت لشوف شيئا البناء التحتية اللي انضرب وصلت لهونيك بلاقي أنه انضربين روث البقر بمزرعة وغارة حربية وكان وقت الغارات الحربية بعدها ببدايتها وطبعاً العواجل عندهم بالإعلام عندهم ضرب بناء تحتية غارة حربية الطيران الحربي الإسرائيلي يغير كده شو اسمه نقطة مراقبة نقطة كده فأنا أنه مضحكوا لكم مش مزبوطة وصحبت معك ولما وصلت لعندهم أنا هون لأطرف الخيات امبسط لما بلشوا يحضروا امبسطت لأنه أنا بدي يوني يسمعوا أنا بدي يوني يسمعوا أنت لو بطلعت الفكرة ومشيت فيها بفيديوهاتك وصورت سلوغن بتبلش فيها أفتحية كل فيديو ما كنت حاطت براسك أنه ممكن تصلوا؟ لا ما كنت تتصور ممكن توصل للجمهور الإسرائيلي خصوصا أنه نحن يعني قلال هني اللي بيعرفوا إنجليش بس اللي برات بلدهم بيعرفوا إنجليش فقلت أنه قداش أنا بصراحة أنه بس الفكرة كانت مصخرة أول شي أنه خير ما مزبوط هذا المتحدث عم بيقوله كوهذا على الأرض هاي وإذا نحن عارفنين كلبنانيين ما رايحين نشوف شو عم ينضرب بس هني عم بيعيشوا بوهم أنه حزب الله سيبعد وراء اللي طاني ولا يوجد أحد في القرى الحدودية وجيش الدفاع الإسرائيلي هدم كل البنى التحتية وبعدنا لليوم أربعة شهر ونص على مسافة سفر بينضربوا أقوى جيش بالشرق الأوسط ما قادر يمنع عسكري أو مقاوم أو عنصر مسلح أنه يضرب عليه صاروخ فهذا فشل لقلهم وكنت بدي وصلهم هذا الفشل قال لهم يعرفوا أنه هني جيشهم فشل عم يضحك عليهم وكان وقته في أزمة وبعده في أزمة أنه نعم بيقولوا منرجع أو ما منرجع نرجع على شمال فلسطين أو ما منرجع أنا صراحة كنت عم بنصح نصيحة وبعدني عم بنصح نصيحة صراحة كيف مستفز هذا الفيديو أنا حضرتك كذا مرة علي ما ترجع أوفر مستفز لأنه حقيقي ونه حقيقي عم يكذبوا عليهم أنا ما عم قول شي مرات الواقع ولا عم يستفز حدا جيش الإسرائيلي عم يطلع يقول أنه هو مسيطر على الجبهة وعم يضرب حزب الله هذا غير صحيح عم يضرب حزب الله بس حزب الله موجود فيديوهاتك مبنية على حقائق على وقائع مضبوطة من الميدان ولكن فيها نكهة استفزازية فيها لعب على فيها حرب نفسية علي طبعا أعداء لازم يخاف قدي لمست أنه هذا الشي مستفز يعني فيديوهاتك قدرت اليوم توصل للجمهور الإسرائيلي لا بل مستفزيته يعني أنت اليوم يمكن مهدور دمك عنده في صفحة عندهم شي ستي مليون فولورز على انستغرام عملوا تصويت أنه بيقتلوني اليوم ولا بيتركوني عايش طلع خمسة وستين بالمية خمسة وتسعين بالمية أنه قتلوا اليوم بهذا التصويت واللي مصوت ثلاثة مليون إسرائيلي أنا معي صور سكرينشوت هذا فخر طبعا أنا مبسطت ممتاز أه بسطت كان شعورك أنك بسطت أنا بديوني يقتلوني لأنه أنا كمان أرغب بقتله نفس الشي أعداء نحن يعني هذا هذه حرب وهذا عدو لا لا بيناتنا بعيدا عن التصوير مخفت يعني لما يطلع ثلاثة مليون إسرائيلي مصوت بقتلك بنسبة خمسة وتسعين بالمية حقبت بعد بقولك شي أنه حينما تواصلت ما يقدرت الميادين أنه علي قسم الإسرائيلي بالميادين رصد أكتر من 12 مقال محطوط صورتك فيهم على القنوات الإسرائيلية ويدكرون بأنه مراسل حزب الله مش مراسل الميادين طبعا إني كذبين بعيونهم يعني لأنه أنا مني منتمي تنظيميا منتمي عقائديا وروحيا يعني لا أستع شرف لأدعي فهذا عمل أنه مثل ضوى أنزار عندهم بالميادين وقالوا لي ريح شوي سحبوك هنا عراسل سنة إدارة قناة الميادين سحبوتك عن من الجبه؟ خوفا من هذا الجيش المجرم نحنا دفعنا ثلاث شهداء من الميادين من بعد أجل هذا التهديد بس ليه بدوا يسرب الإسرائيلي أنه أنت مراسل حزب الله وهو أكيد بيعرف أنك مراسل الميادين لتبرير القتل مبارح بيقولوا أنه هني راسدين عنصر بحزب الله استشهد كان عم بسوق مرة أفقايا أدرعي منزله كان عم بسوق مرة إسعاف بكفر كلا طب هذا ليش بيقولها؟ لأنه بده يضرب الإسعاف فلما ليش بيقول مراسل حزب الله أنا أفقايا أدرعي بيقول عني الجسوس شو الجسوس؟ ليه الجسوس؟ أنت عدو وأنا ببلدي ووقف على أرضي وأعمل مهنتي إعلامي أنقلوا الواقع والحقيقة بأنه إيه؟ أنتوا بيوتكن اللي موجودة بالمطلة وبالمنارة وبمسكة في عام ما فيكنوا تشوفوها نحنا منشوفها ونحنا موجودين بعدنا حدودنا وانتوا هربتوا وبعدنا على الأرض بس بعد كل شي صار بعد عصام عبد الله بعد فرح علي وبعد ربيع المعمار يعني بتحس أنه بحاجة لذريعة هذا الإسرائيل يعني هذا الكيان بحاجة لذريعة ليه قي يقتل يعني هو لو بده يقتلك كان بيقدر ولا أنت أخذ احتياطات أمنية لا لا لما بده بيقتل لما بده بيقتلني فأس تزر أنا بقول لهم دايما لرفعاتي القصة مننا لا أحتياطات أمنية وللشي إسرائيل عنده قوة تكنولوجية عنده قوة تعقبية بتعرف مين نحنا في نكتي أنا بقولها بتعرف نمرت إجرنا الأمكا بتقدر تعرف نمرت إجرنا وبتعرفنا مين نحنا ولما بده بيقتلونا هي القصة فأس تزر أنت بيقرروا متل ما قرر يقتل فرح بفأس تزر بيقتل علي مرتضى بفأس تزر يعني أنت أوقات أو سمعت لك بمقابلة أنك حاسس بالزنب تجاه فرح وربيع زملائنا في قناة الميادين لأنه ما بعرف أنت يفترض كنت تكون مديرهم بالنقطة اللي هني فيها أنا أنت اللي عم بتقوليه هو اللي أنا فاكر يعني من الأكثر استفزازاً اليوم للإسرائيلي علي مرتضى أم فرح وربيع الله يرحم فرح وربيع الله يرحم أنا 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 بقول أنه لما استشهدت فرح وربيع كنت متوقعة لإليه أنا كنت متوقعة بأنه إذا أخذ قرار إسرائيلي باستهداف الميادين على الأرض والقتل أنه علي مرتضى أول واحد بتديروه هذا الكلام حكي أنا لأصدقاء مقربين مني أنه أول ما يبلش القتل أنا أكيد أول واحد بتديروه بداية لأنه أنا مواجهون مباشرة نقطة صفر على السياج مواجهون وموجعون ثانياً عندي تأثير بمطرح معين وثالثاً بأنه آخر شيء هني بدون يضربوا الميادين يعني خلينا شو بيقولوا أحكي بكل تواضع آخر شيء أنا عنصر بمحطة يعني برغي بمتراس فبالتالي هيدا المتراس هيدا المكانة هيدا المحطة هيدا القناة مواجعة إسرائيل علي مرتضى بشخصه آه أوكي ممكن يواجه السعيد بس قدش يعني نسبة للميادين فبالتالي أعتقد بأنه قتل فرح كان لكسر الميادين لكسر بعد غسام بن جده لكسر غسام بن جده بشخصه لما يقوم به من دور من خلال قناته أحسنت لأنه اليوم قبل بأيام نمنع نحن بفلسطين المحتلة وتسكر مكاتبنا وبيعملوا هاي الحمل علينا بيدخلوا على مدير مكتبنا بفلسطين ناصر لحام بياخدوا أولاده الاثنين بيضربوهن وبياخدوهن بيحطوهن بالحبوسات كذا يوم بيوقفونا عن مكاتبنا بيلاحقوا مراسلتنا كمان بالضفة الغربية بيفوتوا بيعتدوا عليها إعلاميين إسرائيليين بيفوتوا بيتمرجلوا عامرة بيعتدوا عليها وبتصور هذا الموضوع ويؤرد عنها على الميادين وبعدها بأيام تقتر فرح أمر كان يراد كسر إرادة الميادين ما تجسده الميادين وبالتالي اليوم يمكن علي مرتضب تحمل العالم علي مرتضب في تبرير ليش قدوا يموت أو ليش بدوا يعني يقتلوه ولكن يشعطيني تبرير لفرح تبرير واحد ليه فرح بد تموت غير أنه هي عنصر في هذه القناة ولها دور ضمن ما تؤدي هذه القناة كلها سوى بإيجاع إسرائيل وأريدها بأنه نحن قلبنا ينعصر على بنت عمره 25 سنة ما شفت شي من الدنيا تقتل بهذه الطريقة على مصور عنده ولدان عم بيسعى كل حياته ركض وراء لقمته يقتل بهذه الطريقة على الشاب المرافق اللي هو شغلته ويأمن اللوكيشن ويضبط اللوكيشن ويشو اسمه فبالتالي لا أعتقد بأنه إذا بدنا نشوف سبب قتل فرح سبب قتل فرح هو أنه كان هناك قرار إسرائيلي بيكسر الميادين وقفوا ستوب وهون عندي تساؤل أنا لش بس الميادين اللي توقفت بفلسطين في قنوات تانية عم تشتغل مفروض قنوات عم توجع مفروض قنوات هي اللي حامل اللواء المقاومة في غزة بعض انشغلين إذن هدفها ما تحقق يعني لم تكسر الميادين بس للي مش متابع ولن يتحق ولن يتحقق لا بل استمرت بزخم أكبر بأقوى وزخم أكبر وبقرار وعناد بأنه نحن على حق نحن ما عم نكذب أنا هيدا اللي بقوله عطول لا نحرف الواقع والله هذا هو الواقع على الأرض هذا هو الواقع على الأرض إسرائيل مكسورة مذلولة في جنوب لبنان جماعة قلنا أربعة تشهر ونص كل ما طل راسه عسكري إسرائيلي من موقع بيكون قتلة كل ما طلع الدبابة من موقع بتنضرب كل ما إجوا هني عملوا مجازر عم نضرب قواعد العالم ما بتعرف اسمها كانت هلأ صارت العالم حافظتها قاعدة ميرون وتدير الطيران وكذا وضربت أربع مرات ما بتجمل الأمور ما بتجمل الواقع علي يعني البعض بيقول قد يكون علي بمطرح معي بيجمل الأمور ما معقول أنه هلأدن إحنا متابعين السياسي والوضع قايم مش قاعد بجنوب وعلي الوحيد اللي ابتسامته ما بتفرقه ومعنوياته بالسماء وتفاقل والأمل غامر علي مرتضى من وين هيدا التفاقل والأمل وهل هو فقط للعب على المشاعر النفسية ولا لا أنت بتكون فعلا شايف هيدا الجزء الإيجابي من ما يحصل والله شوفي لا يو منو لعب على النفسيات على قد ما أنو حلمنا راه يتحقق أنا زلمة ربيت بمجتمع على إسرائيل عم تقصفنا أمي مرة تصاوبت بغارة ببعلبك من غارة إسرائيلية كمان ضمطت من الموت من شازية إسرائيلية نعرف الرعب اللي بتزرع إسرائيل بقلوب الأطفال وأنا من الأشخاص اللي عشت هذا الرعب اللي كانت تخذني أمي تحطني تحت التدخيتي والله ما أجعل من بيني أيديهم سدن ومن خلفهم سدن فأخشان هم فهم لا يبصرون خايفانين أنه تجي الغارة فينا ونموت اليوم أنا بعد ثلاثين سنة واقف على الحدود مباشرة والإسرائيليين هربنين هني هربنين أنا بشعر بدني لما أحكي هذا الكلام لازم لازم نظل نعيده عالناس حلو هالسرد لأنه من خلال هذا البرنامج التلتقات عدة ضيوف كانوا عم براكزوا على فكرة أنه الكيان الإسرائيلي عنده نبوءات وأنه هو عم يقصد يقتل الأطفال وعم يقصد يقتل الأمهات اللي عم تنجب هيدا الأطفال عشان ما يكبروا يمكنوا ويرجعوا يقتلون شوف قد كمية الحقد والكراهية اللي عم بتعشرش بنفوسه لأطفال اللي بغزة اليوم إذا أنت بلبنان وتركي فيك أثر هالأدو ونحن حروبنا يعني تعادع أصابع الإيد يمكن مقارنة هلأ باللي عم بيصير بغزة وهالأدو كان عندك حقدة فيه انتجاههم وأدو هلأ مقصوط يعني تخيلي الجيل الجيل هلأ اللي موجود بغزة اللي بده يخلص الحرب هذا الجيل على يدي ستحرر فلسطين الطفل اللي فقد أمه وأبو قدام عيونه وطلع طيب من تحت ردم البنائي وهلأ نحن عم ننبسط أنه طلع عنا ناجي من تحكي البنائي هذا الناجي هو محمد سنوار جديد هذا الناجي سيكون محمد سنوار جديد سيكون محمد الضيف جديد سيكون حسن نصر الله جديد يحيى السنوار سيكون عباس الموسى وجديد هيد الأطفال اللي عم تطلع لن يرتدع أمام هول المجازر أنا في فيديو مرة عملته كمان لا الانيميز هل هو ماي انيميز ما تعلمته طيب 82 أتلتونا أتلتونا وجزرتو فينا وما جازر شو صار طلعتو بالألفان بالألفان وستة أتلتونا شو صار كلتو أتله وفليته طيب بغزة القتل وهذه البشاعة بالقتل لا يولد إلا الحقد والغضب بينكسر الإنسان بينكسر بيبكي يوم يومان بس بعدين بده ياخد بطاره وهو دي طفال غزة هياخدوا بطاره إذا اليوم عندهم مشكلة مع كم ألف شخص من عناصر حركة حماس غدا سيكون لديهم مشكلة مع كل فلسطيني موجود بغزة مع كل فلسطيني موجود بالضف مع كل شخص عربي لأنه انتو ما عم تقتلوا بس حماس بكل الأفكار الإسلامية والشيوعية المقاومة ليست المقاومة بالفترة بتجي فهو الولاد اللي هلأ تحت الضرب وتحت القصف هاو دي جيلون إن شاء الله الله يعيشنا لشو شو حيعمل ومتل ما جيل الثنينة وتمانين اليوم عم بيشوف نحنا شو عم نعمل جيل اللي شاف شارون ببيروت اليوم عم بيشوفنا نحنا شو عم نعمل كيف هني هربنين من عنا وخايف هني نحنا نفوتلان هاتمشي القيام بعد في حدا غيرك على الجبهة علي اه طبعا كمراسلين لبنانيين مش قنوات فضائية يعني أنت بسبعة أكتوبر كنت بأفريقيا أبي جون صح بالتمانة كنت بالطيارة بالتسعة كنت على الجبهة نعم نعم صح على قوة لكي سبعة أكتوبر بعتقد هذا التاريخ أنا وانت وأي حدا واعي حاليا سيدكره بأنه أسر بحياته بطريقة معينة أو غير حياته كلية أنا بالنسبة له هذا اللي صار مع أنه لم يكن لي يد فيه أنه فأت وشفته شو صار ولكن تداعياته حتى على الحياة الشخصية غيرني كلية واليوم الناس أول ما بلشت الحرب الإعلام أول ما بلشت الحرب كان موجود وعم بغطوه كنا نكسدر نحن على الحدود ونشوفه الموجودين ولكن أنا بعتقد بأنه في خفايا وأمور تدور تحت الطاولة بغض النظر عن الأسباب اللي عن طنعراض هي سبب غياب الإعلام اللبناني والإعلام العربي عن الجبهة اللبنانية طبعا في ناس عم تعمل دورة وأكتر لا لا كيف يعني ما فيني ما أوقف عندها النقطة كيف يعني في خبايا وأمور تطبخ تحت الطاولة يعني في ناس كانت ما بدا يبين شو عم يعمل حزب الله على الجبهة في ناس ما بدا يبين قداش إسرائيل مزلولة على الجبهة في ناس كانت متوقعة تجي تغطي مجازر تغطي دمار تغطينا نحنا عم نصوت وعم نقول الله يخليكم خلاص لا شو خصنا بغزة إجي تلقيت ناس واقفي مع مقاومتها ومقاومة هي عم تضرب إسرائيل أكتر من عشرين يوم بأول الحرب ما استرجوا يطلعوا طيارة لأنه ما عرفين ردة حزب الله شو بدها تكون معقولة درجة يعني بيوصل الحقد لهون علي بيوصل سياسي من أفريقاء لبنانيين السياسي بتوصل لهون سياسي بتوصل لهون في عالم حتطلع عجنوب إذا كان بجنوب في مجازر وفي دمار وفي مشاهد بكة وضعف ولكن عندما يكون هناك مشاهد قوة وعزة ومقاومين على الجبهات وناس صابرة ما عم تقول إلا الحمد لله وفدأ إجر غزة وأطفال غزة ما قالوا المصلح يطلعوا ينقلوا هاي الصورة ليه لأنه مصلحتهم سياسي أنه انتوا شو عم تعملوا أصلا بلبنانين هذا شو بينفع غزة هذا اللي عم تعملوا شو بينفع غزة اسمعنا كتير هذا الحكي لما طلعوا على الأرض إعلامهم يطلعوا وأنه الشباب عم بيروحوا على الفاضي يطلعوا يحكوا مع هوا الشباب مش أنت مش أنت إعلامي وصحفي وتنقل الواقع كما هو طلع شوف لي هالشباب إذا شي واحد بيقول لك هاك أنا قبلاني خير شوف معنوياتهم ماشي معك بس ولكن ما في مصلحة سياسية ما في مصلحة سياسية بالتالي غيب اليوم الله يعطين العافية شباب المنار شباب الميادين شباب الجزيرة موجودين بمطارح معينة ولكن اليوم تعطيني أي قناة أجنبية أو لبنانية عاطدة يعني بيذكروك يا خبر يعني من خلال الأسماء اللي ذكرتها ميادين ومنار يعني مثل كأنك عم تقل لي إعلام المحور مثل ما بنسميها باللبنان إعلام المحور يعني هل هيك جبهة بهيك شهداء بهيدا العدد من الشهداء بهيدا العدد من الدماء اللي وريقت في جنوب لبنان بيحمل أنه نحن اليوم كأخوة بالبلد الواحد يكون فيه إعلامين هناك قنوات لبنانية إذا صح الله تبعت مرسلين على الجليل على الجليل لعندهم تبعت بس ما بتبعت على الجنوب نحن بلبنان مقصومة بس مشكلة عمره الدم بتوحد يعني الدماء مش دايما بتوحد كل عمره بلبنان الدم بفرق نحن في عنا فريق سياسي اليوم يطمح بأن يكون له رئيس جمهورية على هواه يوما من الأيام أدخل شارون إلى بيروت ووقف معه على تلة مشرفة على بعبدة وقال له وصلني لهان بعطيك لبنان لشارون ونباك عن بشير جميل طبعا فهذا الفريق السياسي طبعا أني مختارين يعني دقوا الماء وهي ماء ما بدنا نجي نفرض عليهم لبنانيتهم أني بيقولوا نحن مش لبنانيين أني مش لبنانيين إسرائيل عدو نحن عم نقاتلة أنا علي مرتضاء أنتو مش أنتو مش لبنانيين أنو حملوا غراد كنروحوا على إيران مطرح ما أنتو بيحبوا تكونوا وبترك الأرض وبقولوا لأغازي وهي شيما وجدي 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 ومحمد حسنين وصولا لمدريمين ببعلبك أنو يا جماعة نحن من إيران طلعنا شو الحكي هذا شو الحكي هذا لأنه هوني بيعتبروا ولائكم إيراني قبل ما يكون لبناني حتى لما أخذ سلاحه هوني بيعتبروا نقطة الخلاف بينكم وبينهم بأي منطق هل كل من يقاتل إسرائيل هو عنده وليء لإيران حماس عنده وليء لإيران يقول اليوم المفاوضات عم تصير بالدوحة ولا عم تصير بطهران ولا لأنه نحن شيعة وإيران شيعية يعني خير ما في ناس عم تقاتل إسرائيل وما ألا علاقة بإيران بس أنا تجي تصنفني بالبلد تقول لي أنت شيعة خذ غرادك وروح على إيران لا حبيبي أنت روح خذ غرادك وروح مطرح مطرح مع الله خيالك خليك بضيعك ما في كيف دك تطلاني من أرضي كيف دك تطلاني هل بيونطرون الجبهة بجنوب على أنه جبهة شيعية ولا جبهة لبنانية شيعية بصراحة بصراحة يرون بهذا الموضوع جبهة شيعية بس هي عم تناصر غزة بيعتبروها شيعية تقولي لهم هذا الدم عم بيموت كرمال غزة خلي هيك نحكيها عبسط أحمد غزة السنية التي تذبح جنوب لبنان الشيعية امتفضة لها وقاتلها ولكن هاي بمنطقهم هن ولكن هل مظبوط أصلا أنه بس الشيعية يعني اللي إلهم مصلحة أنه نيقاتلوا بالجنوب أو أنه نيقاتلوا أسرائي أنت اليوم مراسل ولا مقاتل ولا مقاوم ياريتني مراسل ياريتني مقاتل ياريتك مقاتل يعني أنت ما تعتبر حالك مقاتل من خلال عملك يعني ما عم بتأدى رسالة تخدم هذه القضية بلى طبعا طبعا بس أنا عم بحكي تتمنىها كتقول مقاتل عسكري أصدق لما استشهدت فرع عفوا لما استشهدت فرع عطباني وبن حالي اختلت بحالي إنه طيب أوكي استشهدت فرع وربيع وحسان طبعا الفريق شو ردة الفعل بدها تكون عم بحكي مع حالي شو ردة الفعلي عليه طب أول شي خطر ببالي جيب سلاح طب جيبت سلاح طلعت شو مطار عسكري أو سوم مش زابطة تمنيت أن أكون مقاتلا بس ما أنا مقاتل ولكن ثأرت بطريقة أخرى فرح قتلت لأنها إعلامية ولأنها صحفية فقررت أنه أن أثأر بعملي وبالفعل أنا تاني يوم أنا وصلت بهاي الحرب وصلت بميس الجبل على الخط الأزرق سملحت إليه على الهوى على الميادين تاني يوم قلت لهم إذا بدهم يقتلوني يقتلوني نحن عنا رسالة صح ما أنا قادرين نحن نحمل السلاح ونقوز ولكن هذا الميكرو يؤثر أحيانا أكثر من أكثر من هذا اللي أنت عم تعمله صراحة حتى لو أنت معتعرفت بهذا الشيء بس أنت تركت بصمة علي حتى هالو ماي أنيميز يعني على بساطتها وعلى هيك بيضحك الواحد بس يحضر الفيديو إذا أنت عملت بصمة بهذا المجال وحتى صرت نجم على السوشيل ميديا ما فينا ننكر هدا شيء هلأ الموت وقاس حسب السوشيل ميديا وتفاعل العالم معه على السوشيل ميديا سريع النسيان وهذا العالم أصلا يعني صدقا أنا حينما صورت مثلا هلو ماي أنيميز وكذا كان براسة فكرة إقذي العدو ووصل الحقيقة للعدو على السوشيل ميديا والنجاح على السوشيل ميديا إلو 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 حسنات ويقاس ولكن ليس هدف بالنسبة لإلي منه هدف أنا بهمني هني يتوجعوا طبيعي بس هو بيخدم بمطرح معين بيخدم هدا اللي عملت في ديوال هدا اللي عملت في ديوال هو الوسيلة هو الوسيلة نعم هو الوسيلة طب يعني أنت كانت يعني اختلت بنفسك وقت ما استشهدوا فرح عمر وربيع مع ماري الله يرحمون ولكن حاولت تشوف كيف ممكن أنت ترجع يكون إلك موقف أو يكون إلك دور أكبر قبل ما أنك ترجع تكفي كمراسل ما منشوفك أنت علي من ستيل الأشخاص اللي هدفهم أنه بس يستشهدوا أنه إن شاء الله أنا بكرة استشهد عندك يا على المدى البعيد بس مش أنه حلمك أنك تستشهد هلأ يعني قبل ما تترك بصني بهيدا بهيدا العالم في شغل في شغل كتير الناس الغريبين عن ثقافتنا نحنا إن كان الإسلامي أو إن كان ديني يعني لا يدركونها الفكرة أنه نحنا ما بنركض ورا الاستشهاد بمعنى أنه أنا أركض أسعى أن أموت ما حدا بيسعى أن يموت الروح غالي حتى الله أجاء لا تلقوا أنفسكم بالتالي نحنا عنا إيمان أنه الإنسان يموت بثانية ودقيقة ولحظة معينة لأجل الله حاططها بهيدا أنا كعلي مرتضى بقول يوم اللي بده الله ياخد هالروح وهي لحظة مكتوبة مع معروفة عنده بيعرف أين تقلق ممكن هلأ ممكن بعد شوي إذا الله بده ياخد لي روحي روح بهاي الطريقة أفضل أحب أن أموت بهاي الطريقة تكون نتيجة تكون بهاي الطريقة لأنه هاي الروح هتطلع بهيدا اللحظة بحادي السير بأبراج المشيدة ماشي زحطة طلقة طلقة رايحة سكتة قلبية لا إمام علي بيقول موت بما معناه طبعا نسيت أنا حتى ما أكون عم بنقول حديث غير دقي بس أنه ضربي بألف سيف أفضل من موت على فراش فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم كمان نفس الشيء فبالتالي أنا اللي عم أقوله نحنا فكرتنا شو أنه اليوم نموت بلحظة معينة نمشي لا نخاف من الموت لأن الموت مكتوب علينا بلحظة معينة فلا تهددني بالموت ما تهددني بالموت وتمسك الظلة علي لا أمشي مثل ما بدك وهذه رسالة الحسان عليه السلام الحسان أجو قال له من قتلك أو بايا قال له نقتلوني تخوفني بالموت أبو الموت يتهددوني يا ابن الطلقة إن القتلى لنا عدا وقرمت من الله شعر فاليوم أنا لست ساعي يعني عم بركض لأقتل إنه والله يا إسرائيل اقتليني بس عشان استشهد لا بس أنا على حق أنقل واقع حق العدو يهددني بالموت العدو عم بيقول لي أنا بقتلك إذا بعد بتقرب أنا عم قول له اقتل اقتل الموت بيجي من الله ما بيجي منك ولما بده يجي الموت بهاي اللحظة بهاي الطريقة على يد حدا مثلك يقبرني الله يعني هذا الرد على اللي بيقوله أنه أنتو ثقافتكم ثقافة الموت هيدا هو لأنه بيعتبروا أنه نحن بس عايشين لنموت عايشين لنستشهد أنت هلأ وضحت أنه هو الاستشهاد هو حلم نتيجة للعمل نتيجة العمل الجهادي أيا يكن كلمة أنشود جهاد مراسل في حدا ما بيموت لا أكيد كلنا منموت صح ولا لا وحنموت بشتى أنواع الطرق في أشرف من موته أنك تكوني وقفة على حق ويجي عدو قاتل أطفال يجي يقتلك معنى حموت حموت فالفكرة استخدام الموت بالتهديد لهالأشخاص إذا ما بتوقفوا بتموتوا إذا جينا قلنا له نلأ وقتلونا منطلع طلاب موت لقم هداكل عم يقتل هداكل قاتل هو طالب الموت اللي بيقتل من هو طالب الموت هل هو القاتل أم القتل سؤال يعني اليوم اللي بيأوس هو اللي ثقافته ثقافة موت ولا اللي تأوّس ثقافته ثقافة موت ولا اللي عم يتصدى بكل شجاعة نحن عم نتأوّس نحن القتلى والقاتل معروف القاتل ثقافته ثقافة موت نحن ثقافتنا ثقافة حياتي هلوا عنا يطلعوا من أرضنا وشوفوا كيف ما نعيش لكن الحال هيدا الرأي اللي هل أسمعته منك علي هو اللي بيفسر لي الشي اللي كاتبوا أنت على بروفايلك على الإنستغرام وإن لم أقف حيث جيش والموت يزدحموا فلا مشت بي في طلق العلا قدموا قداب تشبهك هالجملة لأنه البعض بيقول شو هالتناقض يعني أنه علي يكتب هيك سلوغان على الإنستغرام نفس الوقت نشوف صور خطبته صور خطيبته لا أنه بيطلع معهم أنه لا والله بيحب الحياة مش بقس منحب الحياة نحنا مع هاي القضي لأنه منحب الحياة أنا تزوجت بالحرب لاحظة لاحظة لأنه منحب الحياة لأنه أنا ولادي من زوجتي ما بدي إياهام يعيشوا تحت احتلال وتحت قهر وتحت قصف وتحت قتل فبالتالي أحب الحياة لهم وأحب الحياة ليه أي حياة هايدي اللي بدي أنا إذا بدي يا جماعة أهل غزة عم بيكوبلونا الأكل من السماء وفي مصر والأردن عندهم حدود هاي حياة إذا أنا قلت لا أريد هذا الموقف وسأقاتل هذا العدو حتى لا أصل لهذا الموقف كون أنا ما بحب الحياة لا الإسرائيلية كبوا علي أزيفت 155 أنا فضيتها وضيت فيها ورود وتقدمت فيها لمرتك شو قصة هذه القضيفة حكي ليها بالتفصيل علي وكيف ربطت لها القضيفة أن احتفاظت فيها ورجعت تقدمت عملت بدي استخدمها لشي مفيد استخدمها لشي مفيد أول مرة أنا كنت على الهواء ضربت القذيفة سمعت صوتها نزلت ما فجرت خطة فاضية حملتها وأخذت أعمل فيها شي مفيد تمرنت فيها أول شي عملت فيديو عم تمرن فيها نزلتها على لما قررت أعمل بروبوزل فيه طناقض يجب كيف تجوز بالحرب أطفال غزة عم بتموت كيف تجوز بالحرب نحن أصحاب ثقافة حياة حبيبي قابل حرب بتجوز وبجيب أولاد وبحب وبحمل الأزيفة اللي كان لازم تقتلني وبحط فيها ورود وبتقدم فيها للبنت اللي بحبها وبقولها بدي أكمل حياتي معي حتى لو حياتي كانت قصيرة لأنه هذا العدو بدي يقتلني لأنه وينما بدهم بحطوا إيد الجر على كل حال بيفتلوها عزوهم لما بدهم دايماً مبتسم يعتبر تهور أم شجاعة زي ده والله لا تهور لا شجاعة إيمان بأنه لحظة الإنسان بتجي في موقف في موقف كتير 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 بحبه وبدع الناس اللي عم تحضر هيد الحلقة تشوفه تحط على يوتيوب كلمة السيد حسن نصر الله بتشييع السيد هادي نصر الله ولا دمعة ولا دمعة ليه سألوه ليه بعدين زفين بيعمل معه مقابل بيقوله يا خي أنت بلى قلب أنه شو طائبنك طالع بيقوله السيد أنه أنت من كل عقلك في حدا ما بيبكي في حدا ما بيتأثر بس أنا ليش بدي أعطي هذا العدو مادة يشمت فيها فيي أو يحس حاله بالقوة والنشوة بأنه أثر فيي قاله بوقت العرق بعيوني عرق مش عم بيبكي وصارت تحرقني عيني رفضت أني أعمل هيك حتى ما يقولوا بكي حسن نصر الله وأنا ابن هذا الرجل وأبن نهج هذا الرجل فبالتالي لما بدأت نزل الغارة تقتلني وأحسن ما أنقس والعكس مثل ما أنا بمبسط لما شوف عندهم هني كيف بينقزوا بيوطوا بيخافوا لما نفعهم الكاتيوشا أو الفلق أو البركان ويصيروا تحت السيارة عاص رخاط لا نحنا نحنا خبرنا الموت وحفظناه هذا واحد واثنين أنه أنا أنا عندي خبرة زينب أنا مغطي بالعراق مغطي بسوريا مغطي بالألمون مغطي بحمص مغطي ب آخر معارك مع داعش يعني أنا معتاد على على الضربات وعلى الغارات وعلى هذا الجو أنا معود عليه وصدقاً اللي بتعود عليه ما بيعدين يعني هلأ بديك تقولي للي عايشين بجنوب نفسهم ذاتهم اللي عايشين بالنبطية هلأ بوجهه لهم التحية أو اللي قديم بسور كانوا أول ما يسمعوا الغارة مثلاً بسور صوبنا أورد آه تقوم العالم وين الدربة كذا تخط طب هلأ بتسمع والله في مشهد ياريتني صورته اللي هو عم بتطلع على شط سور عم يلعبوا عم يطلقوا يلعبوا تانس أجد بوو ضرب الدربة شو ضربة هزت سور إذا هني وقفوا أنا وقفت ظلوا عم يلعبوا وقلوا غارة عاديو كفت أكيد تكفت لأنه نحن طلاب حياة خلي فتيشي تفعب مطرح عند طلاب الحياة بيظلوا وقفين عجريون ساعتها بيخافوا من الموت نحن طلاب حياة لأنا خافوا من الموت أمتى ممكن يتعب علي مرتضى وينسحب من الجبهة بشكل عام وبشكل خاص يعني هل هل عار على المراسل أنه يقول بيكفيني هلقد أو عار علي خاف أو ينسحب بوقت معين من الجبهة لا يحمل الله نفسا إلا وسعه كل إنسان عنده قدرة على الاحتمال ومش كل إنسان عنده نفس القدرة على الاحتمال الإنسان التاني في ناس بتقدر تتحمل في ناس ما بتقدر تتحمل هذا غير مربوط يعني لا عار لا يلحق العار لا بالذي خرج من الجبهة ولا يأتي المجد لمن بقي بالجبهة لأنه هيدا عم يعمل شغله هيدا عم يعمل شغله بصراحة لأنه في كتير أصوات دانت وائل الدحدوح ومعتزل عزيزة لما انسحبوا وظهروا من غزة هلأ قد قصته للعلى كل منهما بس يعدوا محلهم قبل ميدنون يروحوا يعدوا محلوة للدحدوح ويستشهد إلو عائلته يستشهد إلو زوجته وابنه وكذا ويضل الحكي هين الحكي هين الحكي كتير هين لا كل الإنسان مش عيب أبدا أبدا هاي حرب بتفكر أنت تروح بتتنفس وبترجع بتفكر أنت أنك توقف هيدا المهنة بشكل عام مش هلأ أنك تقول اتعبت من اللي عم بيصير بجنوب بشكل عام ممكن تقول يجي يوم وتقول خلاص كافيها المولى على هي مهنة المتعب أنت بتعرف نعم متعب جدا هي مهنة متعبة ومهنة يعني أصلا محطوطة من ضمن لك في مرة ريت كوت بيقول له شو الشغل اللي بي عندهم أكتر ناس بيشتغلوا عندهم أمراض نفسية قال له المحامات والإعلاميين وحدها الثالث أنا دارس حقوق وعمل الإعلام فهو شغل متعب بس ولكن أنت بتعرف كمان أنه في متعة عند الشخص اللي بيتعلق بهذه الشغلة لا يعطيه لا يعني لو بتعطينا موال الدنيا يمكن تقول له عود إذا صار حدث بدي نط أنا بحرب لبنان اللي عم بيصير هلأ أنا اللي طرحت نفسي يعني وإلا الميادين عندها مئات يعني جنود مجندة أنا أنه الله يخليكم خدوني هلأ أنا صح ما بقى أحمل أخسر أصدقاء وناس وزملاء وناس عزيزين على قلبي أنا هلأ هكليين همنا دين يعني صرت والله يعني غير خسرتك يا علي كالزميل يعني فينا دين بقدر قداش هلأ ممكن تعيش على أعصابه وتظل عايش بتوتر مستمر أحد الأشياء اللي جمعتني معاه هي أن عندها نفس النظرة للي عم بيصير عندها نفس الخيار بأنه المقاومة واجب وعندها نفس التطلع بأنه هذا اللي عم ينعمل بالجنوب بيستاهل أكثر من الأرواح بعد هلأ ما في إنسان ما بيخاف على حبيبه ما في إنسان ما بيخاف على على زوجه بس ولكن اليوم هذا الخوف يعني أنا بشبه اليوم ستنا زينب ألم تكن خائفة على الحسين حينما خرج إلى القتال كانت خائفة هل منعته لم تمنعه هل بعد ما استشهد انهارت لا قالت له والله لن تمحوا ذكرنا إلى آخره وبالتالي اليوم لما يختار إنسان شريك حياة بيكون مختاره على أساس عقلي كمان وأنا وياها على نفس أنا وياها على نفس مع إنه بتظل توصيني على خبرية إنه ما تخاطر وما تقرر طبيعي طبيعي إنه صورتك نحنا كنا كنا بالخيام مشينا وصلنا على كفر كلع دايسة صفة هنا هل المسيارة فوقنا واطي كتير واطي عم صورها بالتليفون طوله أمشي قرب شوية قربت وصلنا على ميس الجبل خي بتوقف بتوقف معك بتمشي بتمشي معك طلعت من السيارة أنا وصورتها خلت رايحة ووصلنا وصلت وطلت لخي هلأ مش إنه سيارة مدنية عرفتنا من نحن بالأسماء واسم البي والجد وطوط إنه بدي ينفل طوله طيب افتح لايف بميس الجبل دور اللايب دورنا بقيت على الميدين أذكر بإنه الاستسغل سامي جدو حكي معي على التليفون قال لي سيارة فوقك طوله فوق وماشي وراك قال لي شو بدك نعمل طوله منفتح هوا ومنصورها وبدأ تضربنا تضربنا على الهواء ما نحن قردي بعدنا عم قول بداية الأولى نحن عايشين بقرار منهم بكبسة طيب علي تشرفنا بمعرفتك الحلقة كانت ممتعة وحلوة كتير وطلعتوا بالهواء وطلعت على الهواء وقلتوا فيه مسيارة ماشي ورانا ومعلا مثل ما عم تصورنا بروم طلع يا أخا دا عم نصورنا نحن وبدأ تضرب تضرب الحياة الموت بإيدان ربنا مش بإيدان إسرائيل ولما نقول ما بنخاف من الموت هذا تطبيق على فكرة ما بنخاف من الموت أنه أوكي خيبة بدي يقتل يقتل خير إن شاء الله ما هو أساسا مهددني إني بدي يقتلني وضلت رايح أنا ما بتخاف من الموت حتى لو أنت على يقين أنه دمك حيروح رخيص أبدا مش رخيص مش عند الله مش فيما قدمت ولا حتى ترخيص لبنانيا ولا حتى ولبنانيا ولا حدا مات بهذه شو نعمل غير اللي قام فيه مدير قناة الميادين أستاذ غسام بن جدو واللي أنا بالمناسب كتير ناس قالوا لي بيصار بيطمنا الواحد يموت ويستشهد بالميادين إذا هو أنجد عم بنقول اللي نقال من الحكي اللي صار يحكو العالم شو تقدم غير التكريم اللي عمله أستاذ غسام بن جدو لهؤلاء الصحفيين الصحفيون صاح عصام زميل وكل شي بس نحنا شفنا كيف تعاملت وكالته معه لكن هاي هايدي الحرب كشفت نفاق كتير كبير نفاق اسمه وحقوق الإنسان وحقوق الصحفي وإلي حق وقفهون وإليك حق تعمل كتير تبين بأنه نحنا كعرب ليس لنا حق بشيء نقتل ما حدا بيسأل عنه اليوم مين اللي عمل تحقيق بمقتل عصام عبد الله وأين وصلت أوكي بتطلع وكالته بتقول نحنا عملنا تحقيقات وتبين بأنه قتل بدبابة مركافة تعيشوا وتفيقوا يعني بشو بدو يقتل معارفينين نحنا بدبابة مركافة حتى هني كانوا مشككين بأنه إسرائيل قتلته لهالدرجة لو ما الحملة على السوشال ميديا ما رجعت ضبطة الوضع دمنا رخيص وما في شي بيحمينا إلا زندنا وسلاحنا وزندنا وسلاحنا أن المقاوم اليوم بس بس هذا ما بيرضعك يعني عن عن أنك ضلك مستمر بهيدا النفس بهيدا الأناعة تجاه الاستشهاد بعد نص ساعة من ما قتلت واستشهدت فرع أنا كنت مكان القتل أنا وقفت والدم بعده ما غبطه الأرض ومن يومين كنت هونيك شفت هذا الموضوع وقفت هونيك الدم بعده ما غبطه الأرض المشهد بحد ذاته مخيف مرعب بس قلتلك نحنا عنا قناعة أنا عندي قناعة لا لا يأخذ هيدا الروح إلا اللي زرعها بالوقت اللي هو بده إياه وبروح بواقف بدون يقتلوني يقتلوني أنت عن تقولي أنه بيروح رخيص طيب شو المستوى طبعا بيروح رخيص بعد ما شفت بعد ما شفت أنه راح دمون هك هكذا ما لك فيه ناس حكت هكذا مش درج بالبلد وشو هالشغلة المهمة اللي لتطلع تصور لي شوية دخنة بموقع إسرائيلي لتموت كرمالا ما درج هذا الموضوع طبعا نفسهم ذاتهم كانوا ينزلوا على المظاهرات ثورة كرمال إصلاح البلد وضروري نحنا نضل حتى لو ضربونا وحتى لو كبوا علينا دخان طب ما هذا البلد بحد ذاته عم بقاتل عدو شو اللي أبدى من أنك تنقليه من معركة عم يستشهد فيها ابن بلدك إلا إذا أنت مش معتبرتي ابن بلدك مش معتبرتي ابن بلدك ما تطلعي ونحنا عفكرة يعني عطول أنا معلاشك خل زيد إضافة تخلينا أكيد بدي شاكس خد وقتك خد راحتك جمعين وقتك وراحتك طيب بيطلع واحد بيقلك بس واتناش مشاكل يا علي لا لا بيهدوء 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 والله العزيم طلع واحد بيقلك أنتو مش لبنانيين وأنتو أصلا عم بتموتوا برخيص ونحنا إذا ولعت الحرب ما حنشارك وما حنستقبل وما حنقف معكم ولمين نترك تشارك وتستقبل وتقف معنا لش من قيمت شاركت واستقبلت وقفت معنا لش مين شايفك بحياته وانت حامل فتايشي وراي على إسرائيل وانتو لما جيتوا بدكنت قاتلوا المحتل بنظركن أكلتوا قاتلوا وتكبيتوا بالحبسات أصدق جماعات ما بيشبهونا كله هاو هادي السالفة اللي جاي اللي بيش بيقلك أنه يا خي مين بيصنف التاني لبناني أكتر أنا لبناني أكتر من اللي خلفوك إذا أنت أصلك منرجع لأصلك وما تطلع من هون أنا جد 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 جدي من لبنان ما بدك تسحبني أنت خدني ع إيران تقول لي أنت ما بتشبهنا أكيد ما بنشبهكم ولا أنتو بتشبهونا نحن لما نقاتل عنا رجال بتقاتل بتموت نسوينا بتزلغطوا بتكبرزوا بتقول يلا اللي بعده لنظلوا فين عجرينا أنتو بتروحوا عنجر بتروحوا عنجر بتتفعوا معن وبتقولوا قاومناهن بيعتبروا السوري محتل بس اليوم في شيعة كمان بيحكوا هذا الحكي مش بس المسيحي لا أحكي طائفيا لا سياسيا أحكي أنا مش طائفيا صدقا لم يعانا بيحكي طائفيا في شيعة بيحكوا هذا الحكي في كتار شيعة بيحكي هذا الحكي لا لم يحكي هذا الحكي والله يعني هنِ يستفزونا والله ولا يعني ولا ولا ب��زوا مني شعره ما معرفين معرف هدا موقفهم من زمان تمام في حدا مراهن عالاسرائيلي يغلبنا و يقتلنا يا جماعة ليحكم هدا البلد ونحنا ما علينا غلال ومو حنقتل الإسرائيلي وانت ممنوع تشيل إيدك عن إجراك وإذا فكرت بتاكل أتلي كمان بكل بساطة وكل وضوح وهذا يجرب وهذا كلام سياسي مش حكي يعني شوارع لما جربوا بي أيار ينقلبوا على المقاومة ويقطعوا صلاح الاتصالات أكلوا أتلي وإذا رجعوا جربوا حرجعوا يأكلوا أتلي وإسرائيل اللي نفكرين حتغلبنا حنغلبها واللي خايفان من عصر حزب الله وعصر المقاومة يخاف لأنه فتنا فيه فعلا واللي خايفان يسلم مفاتيح البلد للمقاومين يخاف سلمت مفاتيح البلد للمقاومين وبالقوة بس شأنها نحن بحاجة لها البيئة الحاضنة المقاومة بحاجة لها البيئة الحاضنة بحرب تموز يعني اللي كان يمكن الدافع واللي السند بحرب تموز لهذا النصر اللي شفناه بتموز هو البيئة الحاضنة سوريا سوريا كانت البيئة الحاضنة لكل جمهور المقاومة اللي نزح واستقبلتهم وعطتهم بيوت وكذا وانا من كنت كنت احد الاشخاص اللي رحت اللي بالبلد ابض حقه اللي استقبلنا بحرب تموز اخذ اجار بيته تريبل مجدوبل وربطة الخبز اللي كانت تنباع بثلاثين الف بوقتها يعني عشرين دولار كنا ندفعها نحنا نحنا ونسحين وبمصرياتنا عدا ربحنا جميلة خلاص يعني كبرت صلنا من حرب تموز نحنا بالالفين واربعة وعشرين انت بتصنف حالك موضوعي ولا متعصب علي موضوعي ولكن اسلوبي متعصب كتير مش هشوي لانه انت اليوم شوف السياسة بيقلك تدوير الزوايا صح انا ماني سياسة الاعلامة لما يكون بشغله انا لما كن حامل الميكرو بالميادين تعي القطع لي كلمة غلطة خاصة بالتحليل او خاصة بالكده بس هلا مش قاعد معك بريحتة عم بعطي رأيي الشخصة رأيي الشخصة خلاص يعني مرتاح من القيود والاعتبارات اللي بتحسبها ما بهمني والبدو يزعل يزعل هاي الحقيقة هاي الحقيقة احنا ما كتزور القدس سنزورة مش هنزورة كمان تعني لك انت بشكل شخصي القدس سنصلي بالقدس سنصلي انا حصلي بالقدس حتلاحق الا ازا عتلوني قبل بس لا حصلي حصلي خلصوا هني خلصوا كاتب وصيتك عليه لا كنت بدي اكتبه وقف حدا مثلك على الجبهة ومهدد بس وصيت بقصة المادية المادية كيف تتوزع المادية فقط بس انه ما بعتبر حالي بمطرح انه هالقدة تقيل يعني لحتى عطي وصية انه ممكن وصي ندين بوصحات واجب شرعي وكمان مفروض انت تكون شفت هالشهده اللي راحوا هيك على انا بعطيك شي لالك اه شو انا حينما استشهدت فراح وطلعت نغمة انه شو بتستاهل وكذا كتبت شيء يشبه مش الوصية يعني شيء يشبه التصريحه وبعدتوا لأحد الاعلاميين وهو موصى مني انه في حال قتلت انت بدي منك تنشر ايدي الشخل ولما ازا صارت لما انعرف من هو الشخص هتفاجأ الناس من هيكون غير متوقع يعني اي غير متوقع مش من بيئتنا يعني انت مدالك بالميادين مدالة مش من بيئتنا اصلا لا لا مش من بيئتنا عاك الحال بعد عمرا طويل اكيد يا علي وشان عشان ما يقولون احنا طلاب شهدي نحنا طلاب شهدي فعلا بس ولكن بوقتها يعني لما الله يحبي ياخد هيدا الروح علي بدي كلمة انا عادة بيختم برنامجي بكلمة لأهل غزة ولكن معك في كلمتان بدل الكلمة كلمة لأيور انيميز وكلمة لأهل غزة لالانيميز بقول لهم القصة معادلة بسيطة وحسابات مت حسابات مت اللي شايفينه من اربعة شهر ونص لهلأ هو كاتيوشا فلق بركان شوي صغيري مما مما يملك حزب الله وما عم هدد باسمه يعني مش مش انا اللي املك انا طرف محايد صحفي بعرف شو عندون الجماعة واللي شفتوله هلأ هرب من عندكن مئة الف انتو عم بتطالبوا بشان حرب على لبنان لحتى يروح هذا الخطر نصيحة لا ماي انيميز اذا صارت حرب على لبنان ما حيضل فيه ونمخبر المئة الف والشمال نسوه لا رجع له الى ابد الابدين فالنصيحة بنصحهم ما رح يرجعوا على الشمال هذا بيعني شو هادي تحليل ولا معطيات عليه اذا ولعت الحرب اه اذا ولعت الحرب ما رح يرجعوا المستوط اذا اسرائيل وسعت حرب على لبنان وقررت تفوت بمواجهة شاملة معنا المئة الف اللي عم يحكوا فيهم هلأ وبدون يرجعوهم على الشمال يدوبلوهن ويتربلوهن بكل اسرائيل وما حدا حيسترجي يرجع على الشمال سيكون محرر محتل بس من دون مستوطنين هني اكيد بيعرفوا هالشي وحيكونوا متوقعين هالي المفاجآت فيما لو اخدوا هذا القرار حكومتهم بتعرف زينب بس هني ما بيعرفوا انو ضحكينين عليهم اليوم لما تعملي تعملي استفتاء باسرائيل شو الحال مع لبنان يطلع الأكتري نعمل فيهم فانا بدي يقولون انو نحنا اللي عم بيقولولكن يون كذبين اللي عم بيقولك الحرب نزهة ونضرب ولدينا ما مزبوط يمكن تلاقونا عندكن يمكن تلاقوه على مرتضة طالع بحيفة عم يعمل على مرتضة من حيفة المحررة وننسحب منرجع عادي ما منضل منفوت ومنطلع ما حدا ولا مرة طرح معادلة عسكرية انو هنفوت على الجليل ونقعد بالجليل وناخده كمان هاي للأنميس خليوني يعرف نحنا منفوت ونرجع لما بدنا منفوت نطلع من تحت نجي من فاق ما بتعرفوه في كتير اشياء لهلأ الاسرائيلي اللي شايفه هلأ اوه ولا شي ولا شي لعب ولاد ولا اللبناني انا بدي أقول للبناني كمان مش بس للإسرائيلي يعني هلأ علي بعد هذا الحكي حيأكدو ان انت مراسل حزب الله عندي معلومات طيب بعد كل هالمعطيات ونحنا منعرف سريت وتكتم حزب الله لا سيد حسن فيما يتعلق بترسانته العسكرية وما يملك من هذه الترسانة ومفاجآت للحرب المستقبلية من أين لك مش من أين لك هذا من أين لك هذه المعلومات هلأ كل صحفي عنده مصادره بس أنا اللي عم قوله صراحة يعني ما موجود بخطبات قبل بس نحنا في شغلة تفصيل صغير السيد حسن هايديك المرة طلع قالوا مع اني حيكي كتير بس هارجع أذكركم انه عنا صواريخ خيه من إيلات لكذا يمكن نسوا عنا خليني أرجع أذكرهم صواريخ دقيقة قوة الردوان الأنفاء اللي كنتوا تسمعوا طق 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 بالجليل هاي خلصة ما عدتوا عن تسمعوا طق طق لأنه خلصنا بعدها المفتاح مسكرة بعدها المفتاح هم تبتفتح ما بنعرف وهن بيقيدهم بيقيدهم بدهم حرب شامل بتفتح ونحن لا وإذا التهديد بأنه يرجعون للعصر الحجري يعني على أساس نحن عم نحكي هون عم نحكي هون عم نحكي هون العصر البرونزي نحن قابل البرونزي بعد الحجري اللي بدي أقوله أنا أنه كمان لللبنانيين ما ترونه الآن في هذه الحرب هو نقطة ببحر ما يمكن أن يحدث إذا فتحته ولحد هلأ حزب الله صدقا عم يتكلف عم يتخسر شهداء زيادة لأنه أسلوب الحرب هو هذا ومضبوط وفي حال وسعت الحرب سيقل عدد الشهداء إلى النصف ليه؟ إذا توسعت الحرب سيقل عدد شهداء حزب الله إلى النصف إذا توسعت الحرب رحنا على حرب شاملة العدد اللي شايفتيه هلأ قد سألنا خمسة شهر ما بتشوفي ربعه يمكن لأنه بطل عنده محزير حزب الله ساعته لأنه بتفتح الأنفاء وبتفتح الصواريخ الدقيقة ومش مضطرين نضرب صاروخ أصلا عن الحدود مباشرة ما علاش منضربه من وم مبدنا من لبنان بيصيب مطرح مبدو كتير هين الخبرية طب يلا علي عالي عالي سريع وعال جن كلمة لأهل غزة لأهل غزة لأهل غزة لأهل غزة بقول الجنوب هو توأم غزة توأم غزة غزة دفع الدم بأطفاله والجنوب دفع دم بأطفاله غزة دفع الدم بنساءه والجنوب دفع دم بنساءه برجاله والجنوب دفع دم برجاله بمقاوميها والجنوب دفع دم بمقاومينه بالدمار رغم التفاوت حتى نحن اتدمرنا أرجوكم 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 يا أهل غزة جاي موجة طائفية بدأت تقولكن نحن شيعة نحن مش أوادم نحن عاطلين نحن يا أخوان ما عم نعمل شي غير لأ الله ولألكن لما يحكوكن هاك بس قلوا لهم كذبين والانتصار جاي جاي بإذن الله جميل جدا من أجمل هيك الكلمات الختمية اللي ما رأت معي بالبرنامج لاسية معنا بتتعلق بنبط الطائفية أنا هيدا حرصي وهدفي بالحياة أنه نحارب هذه الطائفية بكل ما أتينا من قوة بس للأسف هذا البرنامج شوي خرب للموضوع لأنه كله ديوفي تقريبا شيعة فعم بضطر أنه أنا أكون محام الشيطان وأسأل أسئلة طائفية شوي على كل حال شكرا كتير يا علي أنا كتير مبسوطة أنه قدرت هيك قلقتك خاصة أن كل فتراتك عم تكون على الجبهة الله يحميك الله يحمي الشباب كلهم نتمنى لك كل خير وكتفي ومبروك على خطبتك يا علي لهون منكم مشاهدين وصلنا لختام هالبودكاست الخاص يلي بيختموا دايما بالعبارة الشهيرة على الشعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش اللي بيقول سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما السلام